بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين مرحبا بكم جميعا الأخوة الكرام والأخوات الكريمات في دورتكم الطيبة والمباركة بإذن الله تعالى دورة خط النسخ التاسعة المجانية من دورات حسن خطك أونلاين إن شاء الله نمتع ونبدأ بخير الكلام مع القرآن الكريم نمتع أسمعنا بقراءة طيبة من الطالب ليس خلبوس من سوريا تفضل يا أخي ليس بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كتسبت ربنا لا تآخذنا من نصينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقط لنا به فعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أن تمولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم اللهم آمين اللهم انصرنا على الكون الكافرين الله أكبر ما شاء الله لا قوة إلا بالله كله ما شاء الله إيه الصوت الجميل الملائكي الرائع ديالي ما شاء الله ما شاء الله أنت كراءتك جميلة جدا ما شاء الله بارك الله فيك وأشكرك على شجاعتك وحفظك لأواخر سورة البكرة أنت ده أنت كبير جدا ما شاء الله كم عمرك يا ليث ما شاء الله سبع سنوات الله يبارك يا رب العالمين اللهم آمين ربنا يبارك فيك يا ليث كراءتك جميلة واستمر إن شاء الله نجدك حافظ لكتاب الله الكرآن الكريم كاملا بإذن الله ولكن إن شاء الله ما تنساش قبل ما تقرأ لازم قبل ما نقرأ الكرآن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يعني نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تفقنا يا ليث وكل الإخوة إن شاء الله ربنا يبارك فيكم وفي آل خلبوس ومحمد خلبوس وكل الأسرة وكل آل حسن خطك أونلاين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ عبد الحميد عبد الرحمن مرحبا بحضراتكم جميعا مجددا الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في اليوم الخامس من دورة حسن خطك أونلاين دورة خط النسخ التاسع المجانية من دورات حسن خطك أونلاين المجانية إن شاء الله بإذن الله اليوم هيكون عندنا تدريب عملي وأنا عارف أن أنتم اشتكتوا وأشوقتكم كثيرا للكتابة الحروف وهذه الأشياء إن شاء الله بإذن الله بس اليوم بس هناخد حرف واحد حرف الألف وهناخد عشر كواعد سحرية هنعرفهم علشان بعد كده نكون عندنا خلفية عن خط النسخ وبعد كده إن شاء الله بنختم درسنا اليوم إن شاء الله في ليلة الجمعة الطيبة المباركة من الأشهر الحرم من شهر الله المحرم صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب يا أخواني الكرام نصلي على النبي إن شاء الله بإذن الله اللي ما جافش أدواته أو ما جاهزش أدواته إن شاء الله معكم دقيقة تجيبوا أدواتكم وتجهزوا أدواتكم صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم لقي الصلاة والسلام يا أستاذ الشيرين صلى الله عليه وسلم يا أستاذ محفوظ اللي ما جابش أدواته التدريب هيكون بخط النسخ في الدورة دي في دورة خط النسخ بالقلم الرصاص الكبار اللي حضروا الدورة معنا اشتغل بالقلم الرصاص واشتغل بالبوصة لكن كما أنا تركيزي بالبوصة في دورة خط الرقع هيكون هنا تركيز في هذه الدورة بخط النسخ لو هناك مجموعة كبيرة هندخل للبوصة في أثناء كتابتنا إلى العمل أو إلى التدريبات العملية على حسب الحضور يا أخي يا أحمد وحسب حبهم وطلبهم صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاء الله بإذن الله بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم سأعطيكم دقيقة حتى أفتح الكاميرا العملية أو الكاميرا الخاصة بالعمل وأطلب من حضراتكم أن أنتم إن شاء الله بإذن الله تتوجهوا إن شاء الله بإذن الله لهذه الكاميرا ولي ما جابش أقلامه وأدواته المطلوب من حضرتك كلامه ودفتر ومحاية ومسترة للي أوراكم مش مسطرة اللي أوراكم مسطرة إن شاء الله بإذن الله فليتوكل على الله ويكون جاهز للكتاب طيب الأمر التاني قبل ما نكتب يا أحباب الكرام وإخواني والأخوات الكريمات حضرتك عايز يكون في تنسيك عايزك تنسك يعني تهندس في صفحتك طيب الأمر التالت عايز حضرتك وحضرتك لما نكتب إن شاء الله عايز الحرف نكتبه في صفحة كاملة يعني حرف الألف هنملأ به صفحة كاملة ياريت نقفل المايكات للأحباب الإخوة والأخوات نستأذنكم حدش يفتح المايك علشان ما يزعكش الحضور صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم فلي اللي هيكتب أي حرف هنكتبه تكرارتنا الكتابات الكثيرة هو ده اللي هيحسن خطوط صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب أمامنا في الشاشة قبل ما نبدأ الكتابة إن شاء الله بإذن الله قدامنا على الشاشة حرف الألف عايز حضرتك وحضرتك تركزه في حاجة أول حاجة يا ليث ويا أستاذة زينب ننتومي ويا أستاذ أحمد عبد الغني اكتريقة أو اتجاه كتابة حرف الألف المفرد هيكون يا آل حسن خطك من أعلى إلى أسفل هقول تاني لما نكتب حرف الألف المفرد هكتبه من فوق إلى إيه إلى تحت صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم واضحة النقطة دي طيب إيه تاني يا أستاذ خط أو حرف الألف ده في إيه تاني من المميزات صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم حرف الألف أيضا يا أخواني الكرام ويا أخواتي الكرام الكريمات في ميل ما هواش يا أستاذ محفوظ الناس الكبار ما هواش مستقيم مية بالمية على السطر ده خط مستقيم أهو شايفين على الشاشة معايا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم الشاشة موطحة يا أستاذ أحمد عبد الغني الله يعني مش الرقعة بس اللي فيه ميل. اه مش الرقعة بس اللي فيه ميل. والنسخ كمان. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. ده الميل كمان بتاعه ميل حوالي نقطة. من نص نقطة الى الى نقطة. اهو. شوفوا حضراتكم الميل. اهو. شوفوا. طيب. لما اقول ميل احنا لو بنبني عمارة هنبنيها من تحت الفوق. صح? صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. لو يا اخواني الكرام والاخوات الكريمات. انا امتى باقدر احكم على العمارة انها ميلة? لو انا عندي العمارة هي? ومن ببنيها على الارض اهي. امتى اقدر احكم عليها انها ميلة? لما ابص حضراتكم على لما بص واشوف من فوق. فاذا لما اقول لك ماي الجهة الشمال يعني انا اقصد من فوق. مش من تحت. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا لما اقول ماي الجهة الشمال. ماي الجهة اليمين. يبقى الميل بتاعنا دايما هنبص للحرف منين يا الحسن خطك اونلاين يا استاذ هنائي العوامي. هنبص على الحرف من فوق. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم دي كلها في حرف الالف? اه. ولسه في اشياء اخرى كمان في حرف الالف. يبقى اقول تاني. علشان الناس اللي لسه دخلين. حرف الالف. اتجاه كتبته من فين الى فين يا استاذ هنائي العوامي. ويقال حسن خطك اونلاين اللي حضروا وعارفين يكتبوا بقى عشان الناس نشوف تفعلكم معنا. اتجاه كتابة حرف الالف من 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 الاعلى الى الاسفل ولا من الاسفل الى الاعلى. من فوق لتحت او من اعلى الى اسفل. جميل جدا. تمام. وهناك ميل في حرف الالف. طبعا احنا هنبص عليه من فوق. هناك ميل في اتجاه اليمين ولا اتجاه الشمال. ها? ميل حرف الالف يا ميل من اعلى في اتجاه الايه? اتجاه اليسار او الشمال. تمام جدا. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. برافو على حضرتكم. طيب يا استاذ. ايه تاني في حرف الالف? حرف الالف يا الحسن خطك اونلاين مدبب من النهايته. ما هوش نازل عريض. وسمكه تلتين الافقي. سميك شوية. مش عريض زي يعني هو ارفع من الرقع. وايه تاني? ارتفاعه يا استاذ محفوظ. هتلاقي كتب. كلام ده انا بكلمكم من كتب. والصورة اللي قدامنا دي من كتاب. طيب? فانا مش هجيب حاجة من عندي. كل اللي هجيبه عندي الكتاب والكتب موجودة. طيب? انا بتتبع منهج معين في التدريس. مش بكتب من عندي. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. جميل جدا. من اربع نقاط الى ستة كمان. مش خمسة كمان. يعني في بعض الاحيان يا استاذ محفوظ. هتلاقي الالف طولها كام? ست نقاط. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم يا اهل حسن خطك اونلاين. طب نزيد النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة طيبة ليلة الجمعة. تمام حضرتكم? صلى الله عليه وسلم. طيب يا اهل حسن خطك اونلاين. ان شاء الله تكونوا جهزتوا ادواتكم. وانا ايضا. علشان نكتب حرف الالف. يا ريت حضرتك كتابة العلمنا شطف الكلام بالسنفارة. نعم يا اخي احمد. حاضر من عنايا حاضر. حاضر. طيب خلينا ناجل بس الشطف شوية. بس نكتب الالف. وندي الناس فرصة الناس يعودوا يكتبوا. وبشتغل بقى النظري بتاع الشطف دوا مع الناس اللي حابين يشتفوا القلب. طيب يعني ايه شطفه يا اهل حسن خطك اونلاين? يعني ان احنا نخلي فيه قطة. نخلي فيه قطعة منحارفة كده. زي خط زي قلم الحديد او زي البوصة. بتاعة خط النسخة او الرقع او الخطوط. طيب يا اخواني الكرام. انا هكتب بقلم عادي جدا جدا دلوقتي مش مشتوف. ما فيهوش اي قطة ولا اي شطفة. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نزيد النبي صلى. انا بفتح الكاميرا الان ان شاء الله باذن الله. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هنقلب في الصفحات حضرتكم يا الحسن خطك اونلاين يمينا ويسارا الى ان تجدوا. اخي احمد ان شاء الله بتاخد الغياب. علشان هنبدأ الجد من من الحصة. اول يوم اليوم. اليوم هو اول الحصص العملية اللي انا ساكتب فيها قدامكم ان شاء الله باذن الله. طيب على النبي صلى الله عليه وسلم. هنزيد النبي صلى الله عليه وسلم. انا طلبت من حضراتكم يكون عندنا تنسيق للصفحة. تنسيق لكتابتنا. طيب. وطلبت من حضراتكم ان انا لما اكتب الحرف هكتبه في صفحة كاملة. يعني كل صفحة. خلص انتك كراسة وبابا هيجيب لك او حضرتك هتشتري. الامر سهل جدا. عندنا دفاتر وكرسات لم تستخدم كاملا اثناء السنة الدراسية. بالاضافة ان الانلاين او الدراسة الانلاين خلت اه كتابات ابنائنا بسيطة جدا. فهتلاقي دفاتر كثيرة جدا لم تستكمل ولم تستخدم كاملا. فاحنا ممكن نستفيد نعمل لها عملية اعادة تدوير. ونستفيد بيها مرة اخرى. ونكتب بيها او نكتب فيها مرة اخرى. اه في دورتنا الطيبة المباركة باذن الله سبحانه وتعالى. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. انا اتكلمت عن مسكة القلم. طيب. وهقول لحضرتك وحضرتك حاجة دلوقتي قبل ما هنكتب. ياريت تركزوا معي. انا عندي حضرتك شيء في الشاشة اللي قدامي دلوقتي. يا استاذ آآ براء ومودة سالم. واستاذة الهام اسطنبولي. الاستاذ محفوظ والاساذ الكرام استاذ بهناء العامي. بعد ان تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. انا لازم اقول لكم على حاجة النهاردة تعرفوها. اللي هو وضع وميل الدفتر. يعني انا عندي المكتب بتاعي اهو. بعد ان تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ده يا اخواني المكتب بتاعي اللي حضرتكم شايفينه. انا جالس هذا المكتب بتاعي. اللي انا جالس عليه. صح? صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا استاذ ايه المشكلة يعني? حضرتك وانت جالس راسك بتكون هنا. صح? انا جاي ابص عليك مقطع آآ عمودي من اعلى. لو جيت بسيت هلاقي راسك بالوضع دوا. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والوضع التشريحي بتاع حضرتك وحضرتك. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. هلاقي ان حضرتك وحضرتك لما هتجلس وتحط ايديك على المكتب هتحطها بالشكل دوا. هتكون ايدك فيها ميل بهذا الشكل. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مش هتكون عمودية على المكتب هتكون بهذا الشكل. لان اي انسان هيجلس هيكون بهذا الشكل وضع جسمه. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. فانا عايز دفتر حضرتك وحضرتك مش تخليه مستقيم. لا. التشريحي الطبيعي بتاع الجسم ازا حد حط ايديك على المكتب فحيحطها بالاتجاه ده. يعني مايل تقريبا زوية خمسة واربعين الى آآ ستين درجة. في اتجاه عكس عقارب الساعة ازا كان بيكتب باديه اليمين. ازا كان هيكتب بالشمال هيبقى العكس. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. فانا عايز حضرتك او حضرتك. لما تلاقي ابنك جالس وميل دفتره كده ما تنهرهوش ولا تقوله غلط. ولا تقوله اعدل دفترك خليه عمودي. لان الوضع العمودي لا يتناسب مع ان عامله خفيفة هو. ده الوضع العمودي. لا يتناسب مع تشريح الجسم اصلا. حد يفهم حاجة يا اخواني الكرام. الخط الباهة ده هول اللي انتو شايفينه. ده مش الطبيعي بتاعة تشريح الجسم. الا ازا هو بقى راح حضرته الجسم ده هو راح لاف في جسمه شوية ولاف في اتجاهها عقارب الساعة شوية علشان علشان تكون ايديه تكون ايدي عمودية بهذا الشكل. لكن ازا هو جالس يا استاذة بهم يا استاذة بسمة حفيصي بالوضع الطبيعي هتكون ايدي ميلة. فاذا يا اخواني الكرام هيبقى زاوية ميل زاوية ميل الدفتر. انا بعمل زاوية اهو. زاوية ميل الدفتر بتاع ابن حضرتك وحضرتك وحضرتك وابن حضرتك هيبقى ميل بزاوية حوالي خمسة واربعين درجة. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام يا استاذ هناء العومي. تمام يا استاذ احمد عبدالغني. صلى الله عليه وسلم. تمام يا اخواني الكرام. وبالتالي لما اللي هيكتب بيدي الشمال هيكون في الاتجاه المقابل. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ناس بتقدر بتكتب بيديها الاتنين. وانا كان فيه ولد بدرسله. بيكتب باليمين زي الشمال بالضبط. مفيش ايد احسن من ايد. والخط جمال. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. دي كانت تنبيه مبدئي. على وضع ميل. يبقى ده اسمه. هنقول كده. ده ميل. درجة. ميل. هنسميه الدفتر. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. درجة ميل الدفتر. بعد ان تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت نقطة لابد منها. حضراتكم لابد تكونوا عارفينها ومدركينها. لان انا كنت وجهت ولي امر من اوليها الامور. كان يقعد يقول ابنه خلي الدفتر اعدل الدفتر اعدل الدفتر. ولكن انا اعوذ بالله من كلمة انا. لما فهمت واجبرت وكنت اعرف الاشياء دي. وجدت ان الكلام ده ما كانش غير مصبوط غير صحيح. ان المفروض اصلا ميل الدفتر يكون ماشي مع الميل الطبيعي للجسم. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. هنجي على كتابة حرف الالف بعد ان تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما اتفقنا ان احنا هنكتب الالف من اعلى الى اسفل. هتيجي حضرتك. وحضرتك هنكتب الالف اهو. بعد ان تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا نكبر بقى ونشوف شكلها كده. عشان بعد شوية هنكتبها بالقلم العريض المشتوف. كما طلب اخوي احمد. يبدو ان الجهاز فصل. ان شاء الله باذن الله نوصله دقيقة. نشوف نشوف كاميرا بديلة ان شاء الله باذن الله ثانية واحدة. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله دقيقة او دقيقة تانية يكون الجهاز بدأ يشحن وانستخدمه ان شاء الله ونكمل بشرح. لكن انا عندي كاميرا بديلة لو لا قدر الله حصل شيء للتليفون. فممكن اه نستخدم هذه الكاميرا ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. بعد ان تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام يا اخواني الكرام? نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اشتركوا في القناة. ان شاء الله نعدل الكاميرا نخليها نعمل لها تدوير. يا الكاميرا ضعيفة شوية مش زي كاميرا التليفون. لكن ان شاء الله. واضحة ان شاء الله ولا لسه مقلوبة عند حضراتكم الكاميرا. مقلوبة طيب ان شاء الله باذن الله. طيب اه في حد بيشتغل من على اللابتوب لو هي مقلوبة ممكن لسه مش واضحة. واضحة الان كده ان شاء الله باذن الله. مقلوبة طيب اه دقيقة والتليفون هيفتح لان انا مش حابب اضيع وقت وابحث عن الاعدادات بتاعتها. لكن ان شاء الله هو التليفون واحد في المية وبيشتغل لما يكون اتنين في المية. فان شاء الله يعني دقيقة ويعني استحملوا واقلبوا تليفوناتكم. اه الى ان اه خلينا نحاول مرة اخر. لا اله الا نعم. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب كده تعدلت? لا. طيب ايوة. طب لحظة يا اخوان. نعم ان شاء الله باذن الله. انا قلبت الكاميرا. حل سريع. علشان ما انا اضطلش. يعني الكاميرا هي اللي انا غيرت اتجاه. طيب ازا كان بكسل. ما صحيح ما هنعمل ايه بقى? لازم نتوقع. نتغلب على التحديات. طيب يا اخواني الكرام. هنكتب حرف الالف تاني. بص يا اخواني. انا لازم اسيب مسافات متساوية بين كل الف والف. يعني انا هكتب الالف الان بشكل اوضح اهو. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الالف يا اخواني الكرام بيقف على السطر. في نسبة ميل حوالي نقطة. عن العمودي. اذا انا رسمت خط عمودي. هيكون في نسبة ميل حوالي نقطة. اسيب نفس المسافة دي. واسبها هنا. واجي اكتب الالف مرة اخرى من اعلى الى اسفل. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. يكون شكله جميل. يكون بين السطرين بهذا الشكل. لا تبالغ او لا تبلغي حضرتك او حضرتك في ميل الالف. ما تخليش الميل كثيرا جدا. لكن انا يهمني. اتجاه كتابة الالف من اعلى الى اسفل. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. ويقف على السطر. خف الضغط. يعني ايه خف الضغط يا ابو حميد. يعني يا استاذ محفوظ. الالف بداية رفيع. ونهاية رفيع. والكاميرا انا عارف ان هي مش موضحة لكن هتوضحها الصورة اللي لو جبناها من على حضرتك وحضرتك دي. هنبص هنا. هتلاقوا في الاسكرين شيرينج شيرينج لو قلبنا الصفحة. تعالوا بصوا معي هنا كده ان شاء الله. تعالوا على الكاميرا الرئيسية. هتلاقوا حضرتك وحضرتك بداية الالف مدبب. ونهايته مدبب. طب انا اقدر اعمل ده بالالم الرصاص اللي مش مشتوف يا شباب. نعم. هنضغط كتير في نص الحرف. ونخف الضغط. ضغط سن القلم على الدفتر. يقوم الالم ينتهي بخط رفيع زي ما حضرتكم شايفين على الشاشة الرئيسية. شاشة النظري. صلينا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تمام يا قال حسن خطك اونلاين يا اخواني الكرام. نعم. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. طيب. هكتب الالف يا جماعة الخير خمس مرات او ست مرات في كل سطر. طيب. دعالوا نرجع تاني للكاميرات العملية. تمام حضرتكم؟ هاجي ادى واحد اتنين ثلاثة اربعة المرة الخامسة اهو. خليك بين السطرين. اذا واحدة خربت مني او بازت مني او طلعت شكلها مش جميل ما تعودش يا استاذ محفوظ او يا استاذ هناء او يا اي حد كلنا بنغلط ما فيش حد معصوم من الخلط. ما تعودش تمسح. احنا في دفتر تدريب. مش بنكتب مخطوطة عشان تيجي في حتة معينة محتاج تعدلها. لا ده هو مجرد حرف. اروح اعمل اكس كده. واخدين بالكم. وارروح جاي كاتبه مرة اخر. اهو. طيب. بعض الاخطاء اللي بيقع فيها الناس. اول خطأ ممكن يقع فيه الناس. اول حاجة انه يعمل الالف باتجاه ميل مختلف. مش الاتجاه اللي احنا اتكلمنا عليه. احنا قلنا الالف بيميل جهة الاية يا استاذ مستر محفوظ. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. بيميل جهة اليسار. اول غلط انه واحد يعمل لي الالف مائلة الى درجة او الى جهة اليميل. يعمل الالف كده. يبقى ده غلط. انا قلت لما تغلط ما تمسحش. روح اعمل جنبها غلط. وسبها سكب. سبها وروح اعمل واحدة اخرى. او يا اخواني الكرام. ايه الغلط التاني يا استاذ ان حضرتك تعمل الالف فيها انكسار. برضو غلط. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم او تعمل فيه انحناء. برضو غلط. هو في نسبة انحناء بسيطة لكن مارنة مع ممرونة الايد اهو. بيكون في يعني في القمس الاخير. واحنا اتفقنا ان طول الالف حوالي خمس نقاط. طب يا استاذ محفوظ ما احنا ممكن نريح نفسنا ونعتبر ان السطر ده عبارة عن الخمس نقاط او الست نقاط بتوعنا. وبالتالي انا هشتغل من بين السطرين. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. واضحة الامور كده يا استاذ هناء العامي. تمام يا مستر احمد عبدالغني. طيب نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الاخطاء ان حضرتك او حضرتك يبقى دي غلط. من ضمن الاخطاء ان انت تعمل الالف من تحت الى فوق. غلط. لما يكون اتجاه الكتابة من تحت الى او من اسفل الى اعلى ايضا خطأ. علشان الالف التانية في الاف تانية هي دي اللي هنكتبها من اسفل الى اعلى. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انا كتبت المجموعة الاولى جميلة بدون اخطاء. هاجي تحت كل واحدة. هاشتغل. هسيب بقى سطرين فضيين. يبقى اذا كل مرة اكتب. طيب يلا دينا بنفكرك بالنسخة اهو. يلا تفضل بسم الله. حضرتك وحضرتك هتسيبه سطرين فضيين. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتب. يبقى انا كل ما اكتب مرة اسيب سطرين. واروح كاتب حرف الايه? الالف. اهو. وسيب مسافة كويسة. بالراحة على مهلي. اهو يا قال حسن خطك. سيب نفس المسافة. خليك مهندس وخليك مهندسة. ونعمل حرف الايه? الالف. مش كله هيزبط معاك. او هتتوقع ان انت اكمبيوتر ولا قالها كتبة. هتكتب بقى كل ايه? نمبر وان وستريت. لا واحنا بنكرر ليه? بنكرر عشان نحسن خطنا. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا مطلوب من حضرتك ومطلوب من حضرتك ان انتو لما تكتبهم هتكتب صفحة كاملة لحرف الالف. وانا ببدأ معكم بالتدرج. هتلاقينا اليوم العملية سهلة وبسيطة جدا. بعد شوية ان شاء الله باذن الله هتلاقي الموضوع بدأ يعني يكون فيه. خلينا نستغني عن هذه الكاميرا. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمدلله التليفون اشتغل. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. هيكون فيه تدرج. يعني انت في دورتنا النهاردة انت ممكن تملي وتقول الله. هو ايه ده? يعني اول حاجة ادانا نظري وبعدين ادانا اه يعني بعد ما صمنا صمنا واخترنا كتبنا على حرف كتبنا حرف الالف. لا طبعا انا مش انا مش افضل معك كده. انت حضرتك شفت اللعيب اللي بينزل يلعب? بيعمل ايه قبل ما ينزل يلعب? بيعمل تسخين. انا عمال او شوأك اول حاجة. تاني حاجة ادخلك في المود واحدة واحدة. تالت حاجة انا ببدأ معك من السهل للصعب. وبالتدرج. بعد كده هتلاقي الحمل كتير. تعال شوف اخواننا هناك في دورة الرقع بيعملوا ايه? وصلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام يا الحسن خطك اونلاين? احنا كده خلصنا العملي. المطلوب من حضرتك كتابة صفحة كاملة لحرف الالف. يبقى الواجب بتاع حضرتك. وحضرتك يبقى الواجب صفحة صفحة الواجب صفحة كاملة ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى لحرف الالف. بعد كده ان شاء الله هتلاقينا بنكتب جمل ونكتب ايات ونكتب احاديث. ولكن ان الله مع الصابرين. لا تتعجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا جبريل كان بيعلمه القرآن ويدرس له القرآن كان بيقوله ايه? ها? مين فاكر معنا? حاضر يا احمد. من عيني يا حاضر. حاضر من عيني. طيب نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. احمد عبدالغني عايز يشوفها بالبوسة. من عيني دقيقة واحدة. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تعجل بالقرآن. نعم. صح الاية بتقول كده? صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من قبلي ان يقضى اليك وحيه. يعني المبدأ التدرج ده مبدأ جميل. انتظر ما تستعجلش. والصحابة ردوان الله عليهم لما كانوا بيتعلموا الآية. مش حفزوا القرآن مرة واحدة زي ما احنا عملنا او زي ما احنا بنعمل او زي ما احنا بنحاول نعمل. لا. كان الصحابة يأخذ الآية ويطبقها في حياته. بعدين يحفظ الثانية ويطبقها في حياته. صح يا اخواني الكرام? يلا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. البوصة. طيب يا اخويا احمد حاضر من عناية نكتب الالف بحرف بالبوصة بعد ان تصلوا على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. انا هاجي من فوق يا اخواني الكرام. اهو. بنعملها تاني علشان تكون تحت الكاميرا. المخطب الونان المخطب الونان المخطب الونان اشتركし